فرأس الأمين العام لحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم بحر الغزال محمد أمين عبد الرسول عرض حصيلة اللقاء الذي جمع رئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ والأمناء العامون للحزب بالأقاليم بحضور حاكم الإقليم وممثلي الأحزاب المتحالفة إلى جانب مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد حسن آدم والمزيد عن هذا اللقاء بهدف عرض حصيلة العمل باللقاء الذي جمع الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو والأمناء الأمون للحركة بأقاليم البلاد فقد نظمت الأمان العام الإقليمي للحركة ببهر الغزال لهذه المناسبة حيث جرت بهضور حاكم الإقليم متاهر بركي ومناضلي الحركة وأهزاب الأغلبية الرئاسية بالإقليم وبدأت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية الحاج محمد زين كريمي والذي شكر المناضلين والحضور على وقوفهم الدائم وتمسكهم بالمبادئ السياسية للحزب الأمين التنفيذي لمجلس المقاطع ببهر الغزال جنوب محمد حصبال بشارة وممثل حزب التجمع الديموقراطي الشعب الإردبي مصطفى محمد حسن عبراء رضاهم التام لنجاه هذه التظاهر السياسية الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم بهر الغزال محمد أمين عبد الرسول قدم شكره للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ على تقديم النصائح والتوجيهات المتواصلة لأعضاء المكتب السياسي الوطني للحزب والأمناء العامون من عجل المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة كما أكد مساندة مناضلي الحركة ببهر الغزالة لمشروع الإصلاح الذي انتهجه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بهدف الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وكذا نجاح الطاولة المستديرة لحجد الموارد المالية لتمويل القطة الوطنية للتنمية بباريس هاكم الإقليم طاهر بركاي مودو من ناحيته أثناء على جهود مناضلي الحركة الوطنية بإقليم بهر الغزالة ومشاركتهم في المبادرات الرغامية إلى توطيد السلام والحرية والتعاون والتنمية وتقدم الإقليم وننوه بأن هذه المناسبة تخللتها أجواء احتفالية مليئة بالفرح والسرور قام مساء أمس الرئيس الوطني لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبدالله كلا كلا بوضع حجر الأساس لبناء مكتب تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم باقرمي بمنطقة منداليا وبحضور الأمين العام للحركة الوطنية بالإقليم وسلطان باقرمي حسين النور بعيد مشاركته في الحفلة الذي نظمته الأمان العامة الإقليمية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاربا جرمي بمقاطعة منداليا بمناسبة بداية الدخول السياسي للحزب الرئيس الوطني لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس كلا كلا قام بوضع حجر الأساس لبناء مكتب تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاربا جرمي بمقاطعة منداليا وذلك في وسط حشد شعبين ورسمين فضلا مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالإقليم أمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حركة الوطنية للإنقاذ ببا جرمي كادر الصالح كان أشاد بهذه البادرة التي قام بها الرئيس الوطني لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ مضيفا بأن بناء هذا المكتب سيسمح بتكسيف النشاط السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ بالإقليم ويعد هذا أول مكتب يبنى لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاربا جرمي بمقاطعة منداليا يواصل وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بوداي بقيادة أمينها الإقليمي عباس عبد الكريم بدر عضو المكتب السياسي الوطني علي عبد الله يواصل نشاطهم السياسي بمختلف الأقاليم والمراكز الإدارية بالإقليم محمد بشير عثمان والتفاصيل هنا بمقاطعة أسونغا وتحديدا بمدينة أدري حاضرة المقاطعة وصل وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي بقيادة أمينها الإقليمية عباس عبد الكريم بدر وعضو المجلس السياسي الوطني علي عبد الله إبراهيم اليوم التالي بعد وصول وفد الحركة الوطنية للإنقاذ إلى مدينة أدري قدم الوفد وقلال حشد جماهيري كبير لمناضلي ومناضلات حزب بامنا الرسالة التي حملها من قبل رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ دريس ديبيتنو إلى المناضلين بالمقاطعة وقد قدمت الرسالة التي حملها الوفد إلى مختلف المناضلين من قبل أضو المجلس السياسي الوطني ومدير الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016 بودايا علي عبد الله إبراهيم الرسالة التي حملها إلى المناضلين بأدري حيث شكرهم باسم رئيس الجمهورية على إعادة انتخابه لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات كاملة كما شهدت المناسبة تقديم كلمة شكر وثناء من قبل الأمينة الإقليمية عباس أبد الكريم بدر للمناضلين بأدري على نضالهم المتواصل من أجل تقدم الحزب هذا وعلى بعد 110 كم من أدري وتحديدا بمركز إداري التراني بمقاطعة أدري قدم الوفد ذات الرسالة للمناضلين هناك كما تم وضع حجر أساس لبناء مقر للحركة الوطنية للإنقاذ عبر بادرة نضالية من قبل أحد المناضلين وعند العودة وتحديدا إلى مدينة أبشا بعد الانتهام من جولاته بمختلف المقاطعات والمراكز الإدارية بودايا حظي الوفد استقبالا بالغة الحرارة من قبل المناضلين للحركة بمدينة أبشا أقب ذلك توجه الوفد نحو مقر الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة أبشا وسط حشد جماهيري كبير للمناضلين وقدم شكره لجميع المناضلين بودايا الذين رافقوا الوفد وقدموا دعمهم أن لا محدود للحركة خلال أيام استمرت من عمل البعثة ترجمة نانسي قنقر